أكد رئيس التفذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي أن رسوم برنامج إيجار إلكتروني ستذهب مباشرة لدعم المتعثرين في القطاع بحسب قرار مجلس الوزراء وكشف وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات على الجابر أن 50% من المساكن المؤجرة يقتنها سعوديين وأجانب و38% يسكنها سعوديون فقط مبينا أن عدد المساكن المؤجرة في المملكة 2.5 مليون مسكن بحسب إحصائيات العام الماضي